صباح الخير أهلاً صباح النور فطرتي؟ لأ لسه طيب أنا هبعت هجيب فطار لأ قبل أي حاجة أنا كنت عايز أقولك يعني في إيه؟ أعودي طيب بصراحة كده أنا مش عايز أكمل في القضية بتاعت شاهدة دي ليه؟ مش مرتاحة مش حسن أنه هعرف أكمل معاه خالص إيه ده يا راني؟ هو ينفع الكلام ده في الشغل لأ بس مش عارفة أنا مش عايز أكمل في القضية دي وبعدين أنا شاهد بصراحة مش برتاح خالص في التعامل معاها أنا سمعت إن أنت جبت محام جديد أيها ست واحد كده معرفة طب كويس قوي إنت تجيب المحام الجديد ده بقى وتخليه يشتغل مع السامح في القضية وأنا تخلعني من الموضوع ده خالص طب ممكن أفهم الأول ليه؟ من غير ليه؟ مفيش أي أسباب مفيش حاجة أسمع مفيش أسباب أنا بحب أعرف الأسباب ده الموضوع ده بيهمني وأنا ما بحبش الناس المتطفلة إيه دار أنا في إيه؟ أنت كده بتعدي حدودك مع المدير بتاعك المدير بتاعي؟ أهو أنا كنت بتكلم معك بصفتك المدير؟ آه طبعا إحنا مش بنتكلم في الشغل؟ صح إنت معك حق أنا أسف عن إذنك طب بص على سعادة في إيه؟ تصدقتي ولا إيه؟ طب إنت عارف أن المسكة دي أنا ممكن أعمل لك ديها دلوقتي قضية التحرش؟ والله وتحبسيني بقى ها؟ طبعا وبأخلصت من أرخب مدير في الدنيا بقى كده؟ ماشي وأنا اللي كنت عايزة أقولك كلام مهم قوي أم، كلام في الشغل؟ لا طبعاً مش في الشغل، يحنا اللي بيننا وبين بعض شغل وبس هوا بس خلى بالك، يعني أنت دي الوقت في المكتب والمكتب ليقواتصيتو واحترمو ام، حتى لو ического الكتبها، هقولك إن أنا بحبك يا السلام؟ طب معايدي، ما الناس كلها بتحبني لا معليش بس أنا عزت عزت حاجة تانية خالص حاجة تانية زي يعني يعني انا بحبك وعاوزك في حياتي وعاوزين نكمل مشوار سوا افهم من كده ان انت مفيش حد تاني في قلبك والله ولا في عقلي كذب لا ايه ده ايه ده ايه ده انا عمر كذبت عليكي طيب وشاهد لا شاهد كل